دعت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا نتاليا أبوستولوفا حكومة الوفاق الليبية إلى تولي مهمها التنفيذية بأسرع وقت ممكن وخلال زيارة هي الأولى لها إلى طرابلس منذ وصول حكومة الوفاق العاصمة الليبية قالت المسؤولة الأوروبية أنها بحثت مع عضاء حكومة السراج الإجراءات الأمنية على الأرض وسبل مساعدة الحكومة في بناء وتدريب قوات ليبيا وشرطة قادرة على مواجهة التحديات من جهة أخرى أكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي نيكولا لاتوري أن التدخل العسكري في ليبيا ليس على الأجندة جاءت تصريحات لاتوري بعدما قالت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أنها ناقشت وقادة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا إمكانية توسيع الجهود العسكرية رامية إلى وقف تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط وأكدت ميركل أن القادة لم يناقش مقترحات ملموسة لمهمة لحلف شمال الأطلسي قبلة السواحل الليبية ينضم إلينا الآن من تونس البحث السياسي الليبي عز الدين عقيل أهلا وسهلا بك معنا أستاذ عز الدين إلى الأولى إذن نسمع الكثير عن التدخل الدولي ومن ثم نسمع بأنه لم يكن هناك تدخل دولي أو سيكون مقيد بشروط وتحت طلب حكومة الوثاق نسمع أنه هناك اعتراف كبير وتوافق وطلب من حكومة الوثاق أن تبدأ بمهمها في المقابل أنه يجب أن تأخذ الاعتراف من برلمان طبرق كيف نفسر هذه الرسائل الدولية والأوروبية بشكل خاص المتناقضة؟ مساء الخير أختي الكلمة لك ولمشاهدي قناتكم الحقيقة هذا يعني أن هناك مراقصة للحالة الليبية لا زال الغرب يراقص الليبيون والليبيين ولا زال لا يريد أن يصلهم فعلا إلى حل أعتقد أن دعوة بوستيلوف واليوم هي فعلا دعوة خرقاء كيف تدعى هذه الحكومة إلى القيام بواجباتها التنفيذية وهي محاطة بالميليشيات وهي تفتقد إلى أهم عنصرين وهما عنصر المال الذي يتوقف على حقول النفط والمواني التي لازال يحتلها الصعاليك وكذلك على القوة العملية أو احتكار الدولة للسلاح الممثلة في الجيش والشرطة التي لازالها غائبين حتى الآن لازال المجلس الرئاسي يحرص حتى الآن بوستة الميليشيات فأي أعمال تنفيذية هذه التي تطالبنا بها نتاليا على نتاليا أن تراجع هي نفسها وأن تراجع موقف الدول الغربية وأن يحددوا فعلا مهام محددة للمجتمع الدولي اتجاه حكومة الوفاق الوطني حتى تستطيع أن تنطلق في أعمالها الحقيقة أرى أن الوضع لازال في طريق مسدود لأنه عند هذه النقطة أستاذ عزيز الدين فقط أتوقف معك عند هذه النقطة قالت بأن بحثت صبل مساعدة للحكومة ببناء وتدريب قوات ليبيا وشرطة قادرة على مواجهة التحديات نعود من جديد إلى الحديث عن نقطة الخلاف المادة الثامنة قبل أيام كان هناك تصريح لأولند أن خليفة حفتر هو جزء من الحل في ليبيا رسائل متناقضة حتى بخصوص هذه الجزئية الحقيقة هذه واحدة من أكبر المعاوقات أو المعرقلات الآن للسلام الليبي ما لم يمنح الفريق أو الخليفة حفتر دورا أساسيا باعتباره قوة وثقل ورقم كبير جدا في الأزمة الليبية فلا أعتقد أنه يمكن الوصول إلى حل هناك أطراف الآن لازالت ترفض الفريق بقوة بالنسبة للمادة الثامنة أنا لا أعتقد أنها تشكل خطرا كبيرا سواء بقت أو أزيلت لأن بالنسبة لهذه المادة التي تتحدث عن مناصب سيادية لا أعتقد أن خليفة حفتر يحتل منصب وظيف اليوم خليفة حفتر هو الذي أسس الجيش الذي يقوده خليفة حفتر هو حالة سياسية وليس حالة وظيفية وبالتالي حتى إذا ما جئنا إلى هذه المادة وفقا لنصها الآن لا أعتقد هي ربما تخص النائب العام ربما تخص رئيس جهاز الرقابة رئيس ديوال المحاسبة ولكن أعتقد أن حفتر أكبر جدا من أن تحتويه مثل هذه المادة حفتر هو حالة لابد أن تتوافق مع حكومة الوفاق الوطني وبالتالي أعتقد أنه صمام أمان سواء لقوة إقليمية حتى تضمن عدم تدخل بعض القوى لإفساد الأمن والاستقرار في دول جوار أو حتى بالنسبة للأطراف الذين يدينون بالولاء للحالة المدنية لأنني أعتقد وجود خليفة حفتر سيكون فعلا صمام أمان للكثير من الأطراف الأخرى الذين لا ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي دعيني أقول بكل وضوح حتى يحصل هذا التمازج الذي يقدم ضمانات للجميع لا بد أن يكون خليفة جزء من هذه العملية أعتقد أن هذا الأمر لا بد أن يسويه المجتمع المدني المجتمع الدولي لطالما أهمل هذه المسألة وأعتقد أنه عليه الآن أن يصمم فعلا حتى تحقيق هذه النقطة إن كانت ستحقق هل تعتقد أنه فعلا المجتمع الدولي بالتشارك مع حكومة الوفاق اليوم سيقدر أن يبنوا قوات ليبية شرطة ليبية من لا شيء حاليا الوضع في ترابلس لا أختي الفاضلة القوات موجودة قوات الجيش وقوات الشرطة أعتقد علينا أن نعود إلى يوم العمل الذي كان قائما يوم واحد واحد 2011 يوم العمل ذاك هو الذي يحدد تلك القوات الشرطية والعسكرية أو منظومة الأمن القومي كاملة من الجيش إلى الحرص البلدي التي يمكن أن تمنح دور أعتقد أن موضوع تدريب وتأهيل الجيش الليبي ومساعدته على استعادة شجاعة القطيع كان يجب أن يتم منذ شهور مضت كان يجب التركيز على المبادرة الألمانية التي كانت تريد أن تشرك تونس في هذه المسألة بحيث يتم تدريب قوات شرطية وعسكرية ليبية وتأهيلها في معسكرات قريبة من الحدود التونسية الليبية حتى تستطيع أن تدخل إلى الدولة الليبية وتستطيع أن تصون هيبة حكومة الوفاق الوطني ولكن هذا لم يجري الآن هناك لازالت الميليشيات إلى التحيط بالمجلس الرئاسي لأسف الشديد المكون الميليشيي هو مكون جد عالي في طرابلس ولابد أن يجد المجتمع الدولي حلا لهذه المسألة ولابد أن يستعجل بمسألة إطلاق الصافرة وتوفير البيئات اللازمة والملائمة للجيش الليبي والشرطة الليبية لكي يتعرض لما يكفي من تدريب وتأهيل حتى يقوما بهذا الدور دون هذا أعتقد أن كل هذا حرط في الماء ولا أعتقد أنه سنصل إلى شيء نعود إلى نفس النقطة هل نتوقع أن يكون التدخل الدولي الذي يتم الحديث عنه هو في هذا الإطار تدريب ودعم الجيش والشرطة الليبيين المعترف بهم أو التابعين للبرلمان المعترف به أم نحن نتحدث عن شيء آخر يعني مهمة الناتو حتى اللحظة التي من المفترض أن تبدأ خلال ثلاثة أشهر حتى اللحظة غير واضح تماما ما الذي ستفعله نسمع أنه تتعلق بمنع الهجرة غير الشرعية نسمع أنه لا سيكون لها نشاط على الأراضي الليبية لا ندري بعد نعم الحقيقة هذه أولياء أولوية الغرب سمعنا أدريان يقول بأنه يريد أن يحمل المياه مع أن ما يهمنا كاليبيين ليس حماية المياه ولكن حماية اليابسة الذي يعيش عليها الناس الذي تنطلق عليها الفوضى والعنف واختلال سيادة وهيبة الدولة ولكن بالنسبة للغرب هم يضعون أولويتين لا أعتقد أنهما يمثلان أي شيء بالنسبة لنا أو في قائمة أولوياتنا وهما الهجرة غير الشرعية وكذلك داعش وهذين كما قلت ما لم نتحد كاليبيين ما لم نتجاوز كل منابع الظلم ونردمها الموجودة اليوم لا يمكن أبدا أن نتواجه مع داعش ولكن للأسف الشديد هذا هو الغرب وشوفيني دائما ينظر إلى مصلحته بالدرجة الأولى ولهذا هم مهتمون بالمياه ومهتمون أيضا بداعش أعتقد كما قلت أختي الكريمة ما لم يبدأون فورا في بداية إيجاد برنامج حقيقي لاستعادة الجيش والشرطة كما كان يوم 1 و 1 فبراير 2011 أعتقد أننا سنظل نحرط في الماء ولن نصل إلى حل محدد أشكرك جزيلا الشكر من تونس البحث السياسي الليبي عز الدين عقيل شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا في الأولى